كما تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سبيل تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني فيما يخص التعليم قبل الجامعي وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية 2024-2029 لتوحيد سياسات التعليم والتوافق مع الاتجاهات العالمية في التعليم حيث تقدم الخطة مجموعة من السياسات والبرامج لتفعيل مشروع إصلاح التعليم من رياض الأطفال حتى صف الثالث السانوي العام والفني وكذا محو الأمية وتعليم الكبار